أشهدت صحيفة فينانشل تايمس البريطانية بجهود الحثيثة التي تبدلها القيادة المصرية لحل الأزمة في قطاع غزة المنكوب من جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل ونزعفة للأعمال العدائية الإقليمية هدى وتواصل مصر وقطر والولايات المتحدة جهود الوساطة الدولية لتوصل إلى اتفاق لوقت إطلاق النار في قطاع غزة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد أحداث السابع من أكتوبر لم تتوقف إسرائيل يوما عن إضاءة الفرص لإيجاد حل سياسي يضمن وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في غزة وإطلاق صراح المحتجزين الإسرائيليين إسرائيل استخفت بشكل غير مسبوق بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وذلك على الرغم من كل الجهود التي يبذلها الوسطاء الدوليون لحل حالة الأزمة لكن إسرائيل بقيت على موقفها في إظهار أكثر من وجه في سبيل الادعاء بالرغبة في التوصل إلى حل سياسي جولة تلو الأخرى يقترب فيها الوسطاء الدوليون من التوصل إلى اتفاق نهائي بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل لكن إسرائيل وفي كل مرة تويق كل تلك الجهود بطرح شروط غير قابلة للتطبيق بما يعطي انطباعا برغبة عارمة في إطالة أمد الحرب ومعها أيضا إطالة عمر حكومة أقصر يمين بقيادة بن يمين نتنياهو الشروط الجديدة أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية أشرت إلى رغبة تل أبيب في استمرار السيطرة على محور في لادلفيا ومنع حماس من السيطرة على معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني ونقل أعداد من الأسرى الفلسطينيين إلى الخارج مع الإفراج عن أكبر عدد ممكن من محتجزيها في المرحلة الأولى من الصفقة استغلال إسرائيل للجانب السياسي لا ينفي استخدامها آلتها العسكرية لتقويض جهود التفاوض من خلال تعمد إسقاط أعداد هائلة من المدنيين العزل مما يؤكد بالدليل القاطع غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإسرائيلي لإنهاء الحرب على الرغم من كل المناشدات والجهود الدولية اشتركوا في القناة